تواكب إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتغيرات والمستجدات على كافة الأصعيدة وإنعاكس ذلك على عملياتها التفتيشية حيث تتغير بعض أو كل خطط التفتيش الميدانية أو الدورية المجدولة حسب مسبقاً عفواً إلى حملات تفتيشية بحسب المستجدات الحالية والمناسبات وغيرها مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك إدارة التفتيش لها دور بارز في الرقابة والتفتيش على الأسواق التجارية بكافة محافظات المملكة الحديث عن هذه الاستعدادات والحملات التفتيشية المتزامنة مع موسم عيد الأضحى المبارك يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذ حوراء خلف أحمد أخصائي تفتيش أول بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة صباح تشال الله بالخير أستاذ حوراء أهلا وسهلاً فيتش بداية لو تكلمين بشكل عام عن استعداداتكم في إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق ونحن نقترب من عيد الأضحى المبارك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك تم إعداد خطط تفتيشية ورقابية متكاملة بغرى تكفيس الجولات التفتيشية بالتأكد من توفر السلع الأساسية التموينية والتحقق من صحة العروض الترويجية والتخفيضات وأسعارها طبعاً هذه الزيارات التفتيشية تتم قبل حلول عيد الأضحى والاستعداد له وتنتد هذه الزيارات أثناء أيام العيد وما بعده تم تغطية كافة مناطق ومحافظات ملكة البحرين ومرقفة الأسواق بالأخص الأسواق التي تشهد الحركة الشرائية مثل المجمعات التجارية والمطاعم والأماكن التي يكون فيها أقبال خاص خلال الفترة التي تتسق العيد وأثناء أيام العيد نعم أستاذ حوراء ما هو دور إدارة التفتيش أثناء القيام بالزيارات الميدانية وبالأخص أيام الأعياد والمناسبات والمتزامن مع تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا طبعاً إدارة التفتيش عملت على مضاعفة جهودها باستبارها جزء من فريق البحرين لتأثد من تنفيذ القرارات الحكومية بشأن التحقق من الاتزام لمنشآت التجارية ومرتدها جميع الاحتراضات والاشتراضات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا إضافة للدور الرقابي خلال الزيارات الميدانية اللي يقوم بها المأمورية ضد القضاء بدارة التفتيش يستحدث بالمقام الأول توعية وإرشاد أصحاب المحال التجارية وتطبيق القرارات بالشكل السليم يتم تعريف هذه القرارات وشرحها لأصحاب المحلات والتي يتم تطبيقها أحياناً أثناء الزيارات الميدانية وفي حال تم رفض مخالفات جديدة وتجاوزات أكثر يستطبيق الإجراءات القرارات والإدارية المقررة ضد المحلات المخالفة نعم أستاذ حوراء لأن المستهلك والتاجر هو شريك أساسي بالتأكيد للحفاظ على استقرار الأسواق والحد من المخالفات سواء كانت مخالفات تجارية أو مخالفات صحية فحبين في ختام هذا اللقاء توجهين كلمة للمستهلكين والتجار بشكل عام في البداية أحب أوجه الشكل الجزيل لكافة المواطنين والمقيمين وأصحاب المحلات التجارية على تعاونهم المستمر مع الوزارة ودعم الجهود الوطنية لما هو خير ومصلحة مملكة البحرين وأدعو جميع المحلات التجارية بضرورة مواصلة الالتجام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية بما يحفظ صحة وسلامة الجميع وكما أدعو المستهلكين بالإبلاغ عن وجود مخالفات أو ملاحظات بتقدم الإدارة التفتيش عبر قنواتها المتاحة يتعدن استقبال الاستثارات والمقترحات عبر نظام التواصل أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش Inspection at MOIC كما أدعوهم متابعة حتابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإستدرام السنابشات MOIC بحرين بمتابعة تفتيات الحملات التفتيشية والرقابيع الأسواق والمحلات نعم لستاذة حراء خلف أحمد اختصاصي تفتيش أول بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شكرا جزيلا لكم وأيضا لجهودكم مبذولة في هذا الشأن شكرا جزيلا شكرا